الوطني السوداني اليوم أهل مبروك المنتخب السوداني منتخب السوداني يعود إلى كاس أفريقيا بثنائية جنوب أفريقيا انتزع المنتخب السوداني بطاقة التأخل لبطولة كاس أمم أفريقيا لكرة الغدم المغرر إقامتها في الكاميرون مطلع العام المقبل عقب فوزه على ضيفه منتخب جنوب أفريقيا هدفين صفر اليوم الأحد في الجولة السادسة الأخيرة من المجموعة الثالثة بالتصفيات والتي شهدت أيضا فوز المنتخب الغاني على ساوتومي ثلاثة أهداف مقابل هدف وسجل هدفي المنتخب الوطني السوداني ومحمد عبد الرحمن يوسف في الدقيقتين الخامسة واثنين وثلاثين ورفع المنتخب الوطني السوداني رصيده إلى إطناشر نقطة في المركز الثاني لينتزع بطاقة التأخل برفقة المنتخب الغاني صاحب المركز الأول فيما توقف رصيد المنتخب الجنوب أفريقي عند عشر نقاط في المركز الثالث وفي المباراة الثانية فاز المنتخب الغاني على ضيفه ساوتومي ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وسجل أهداف المنتخب الغاني نيو كلاس أبوكو في الدقيقة 12 وجوردين في الدقيقة 31 من ركلة جزاء وعبد الرحمن بابا في الدقيقة 60 فيما سجل هدف ساوتومي وبرينسيب إنيسيا في الدقيقة 83 ورفع المنتخب الغاني رصيده إلى 13 نقطة في صدارة الترتيب وظل منتخب ساوتومي وبرينسيب بلا رصيد في قاع الترتيب إذن ترجمة نانسي قنقر